التساعة صباحاً وموادنا مع موجز لأهم الأنباء معلمي حمدين فدري لم شكراً لك جمانا التساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضربية المفتوحة والقديمة وذلك خلال العام الحالي بالإضافة للاستمرار في العمل على صياغات المنظومة الضربية بشكل يساعد على تغفيد حجم الاقتصاد غير الرسمية وإدماجه في الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماعاً للرئيس لمتابعة مؤشرات الأداء المالية ونشاط قطاعي الجماركي والضرائب لوزارة المالية حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراء في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى المواني وطلع الرئيس السيسي على ما تم تفعيله لنظام الرئيسي للميكانة الشاملة في مصلحة الضرائب فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كما اطلع أيضاً على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضربية ولجان الطعن الضربية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية جاء ذلك خلال اجتماعاً عقده الرئيس السيسي لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وقال المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع على التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان كشف مصدرنا مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمال سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.2 مليار دولار في شهرين وقال المصدر أنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022 أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 89 جندياً في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا في مطلع الأسبوع مضيفة أن السبب الرئيسي للهجوم هو استخدام القوات للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به وأضافت الدفاع الروسية أنه من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف خلافاً للحضر المفروض للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران الأسلحة العدو أعلن البيت الأبيض أن رئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الياباني فوميو كاشيدا في البيت الأبيض في الثالث عشر من يناير الجاري هذا ويناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية لما في ذلك أصلحة الضمار الشامل غير المشروع في كوريا الشمالية بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان أرجاء مجلس النواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حجد الأصوات لازمة لانتخاب مرشحها كيفين مكارثي رئيساً للمجلس في سابقة منذ مئة عام وخلال جولات الاقتراع الثلاثة المتسلية فشل مكارثي النائب عن ولاية كاريفورنيا في إقناع مدموعة من زملائه من مؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ أن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي تعدل أرسنال مع ضيفين نيو كاسل يونيتد بدون أهداف المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ورفع أرسنال رصيده إلى أربعة وأربعين نقطة معززاً من صدارته للدوري بينما أصبح رصيد نيو كاسل خمسة وثلاثين نقطة في المركز الثالث نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخيرية مصر بعد الفاصل